قال وزير الهجرة البلجيكي إن منح زعيم كتالونيا المقال كارلز بوجيمنت اللجوء السياسي في بلجيكا ليس بعيدا عن الواقع في حال هو الذي طلب ذلك وكانت الحكومة الإسبانية عزلت بوجيمنت وحلت برلمان الإقليم بعد ساعات من إعلان كتالونيا الاستقلال هذا وبدأت المحكمة الدستورية الإسبانية كذلك مراجعة استفتاء الإقليم على الاستقلال ليقرر ممثلوء للدعاء ما إذا كان يعتبر تمردا يبدو أن الشارع الكتالوني بدأ أكثر انقساما منذ قبل بعد نزول الكتالونيين المؤيدين لوحدة البلاد إلى شوارع برشلونة الأحد ومع تفعيل الحكومة المركزية المادة رقم 155 من الدستور والتي تتيح بمجبها وضع إقليم كتالونيا تحت وصاية مدريد على الضفة الأخرى يخيم الإصرار على الانقسام حيث ما زال أنصار الانفصال ومؤيدوه يتجمعون في أحياء برشلونة القديمة وترفض حكومتهم قرارات مدريد وتدعو أنصارها إلى الاعتراض بشكل ديمقراطي وسلمي خطوات متسارعة قررتها ونفذتها حكومة إسبانيا حيث سحبت رسميا السلطة في إقليم كتالونيا من حكومة الحكم الذاتي وأقالت الحكومة الانفصالية التي يقودها كارليس بوتشيمون وأقيل رئيس الشرطة أيضا كل ذلك بعد يوم واحد فقط من تمرير برلمان الإقليم إعلان استقلال المنطقة عن الدولة تصويت النواب المؤيدين لاستقلال كتالونيا التي جرى الجمعة ومتى له من رد مدريد بسحب سلطات إقليم كتالونيا أدى برأي المراقبين الدوليين إلى أسوأ أزمة سياسية تشهدها إسبانيا منذ عقود إقليم كتالونيا الذي أعلن استقلاله من جانب واحد عن مملكة إسبانيا يؤدي دورا مهما في النشاط الاقتصادي الإسباني ويعد من أكثر الأقاليم ثراء بعد مدريد الأمر الذي دفع نسبة كبيرة من سكان الإقليم إلى التصويت للانفصال من أجل الاستفادة من الموارد والثروات التي يمتلكها تنبع قوة اقتصادهم من تنوع حيث يعتمد على الصناعة والسياحة والزراعة والخدمات ذلك أنه تمكن على مر السنين من استقطاب عدد كبير من المصانع والبنوك والشركات الخدمية العالمية الدول الأوروبية المجاورة تراقب بصمت ما يدور في إسبانيا لكنها أعلنت في مناسبات عدة أنها مع الوحدة وليست مع الانقسام ترجمة نانسي قنقر